الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه قيل وما إتقاله يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام يخلصه من الرياء والبدعة رواه البيهقي رحمه الله إن الله تبارك وتعالى جعل الإخلاص شرطاً لقبول الأعمال الصالحة والإخلاص هو العمل بالطاعة لله وحده والمخلص هو الذي يقوم بأعمال الطاعة من صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة وقراءة للقرآن وغيرها ابتغاء الثواب من الله وليس لأن يمدحه الناس ويذكروه فالمصلي يجب أن تكون نيته خالصة لله تعالى وحده فقط فلا يصلي ليقول عنه الناس فلان مصل لا يقطع الفرائض والصائم يجب أن يكون صيامه لله تعالى وحده وكذلك الأمر بالنسبة للمزكي والمتصدق وقارئ القرآن ولكل من أراد أن يعمل عمل بر وإحسان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله بقوله يا رسول الله أروجل يبتغي الأجر والذكر ما له قال عليه الصلاة والسلام لا شيء له فسأله الوجل مروة ثانية أروجل يبتغي الأجر والذكر ما له قال عليه الصلاة والسلام لا شيء له حتى قال ذلك ثلاث مروات ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه رواه الحاكم أي أن من نوى بعمل الطاعة الأجر من الله والذكر من الناس فليس له من الثواب شيء قال الله عز وجل في القرآن الكريم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فالدرهم الذي يدفعه المسلم في سبيل الله يضاعفه الله إلى سبعمائة ضعف ويزيد الله لمن يشاء وهذا الحكم وهو مضاعفة الأجر عام للمصلي والصائم والمزكي والمتصدق وقارئ القرآن والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وغيرهم بشرط الإخلاص لله تعالى الذي هو أساس العمل أخي المسلم بادر إلى الطاعات والأعمال الصالحة بإخلاص في النية وثبات في العزيمة وإياك والرياء فإنه يبطل ثواب العمل ويستوجب صاحب العذاب في النار اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين يفعلون الطاعات ابتغاء مرضاتك وجعلنا من عبادك التوابين المتطهرين